موجبات الغسل متى يجب على الانسان أن يقتصي ادم قايسل الأوال دا سوزس غسل ألشكريك الأول إسلام الكافر الكافر إذا دخل في الإسلام لابدن يقتصي برينشي قابر آدم إسلامه يريغن بصو قابر آدم إسلامه يريغن بصو السوزس ملدتا الغسل ألشكريك وموت غير الشهيد أي إنسان يموت مسلم لا بدن يغسى إلا الشهيد لا يغسى شهيد بول بألغن دردن باشقا باعدك مسلمان إن كان ذلك لسنوذك والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لا بدين تقتسر وشند يؤليا حيال أحدان حيال أحد، حيال يقول بمس shorts نفاس ونفاص لن تهانف بقول بقول من كوهن والجنابه، أماميها الجنابه يعني خروج المنة إذا خرج المنة من إنسان سواء كان نائم أو مستيقف إذا كان ولكن قد يبدو نيرس انه درشان يجب أن يتجح في القرار مثل أنه يستطيع معجزة لا يتجح في القرار إذا كان يستطيع المرأة إذا كان يستطيع المزيد من الآخرين الله يعلم طبيعي أنه يستطيع المرأة لو كنت مرأة إنساني بغم يسطيع المرأة سنساني بجد أجرب الله جاكش بلعرف